السلام عليكم عبارات تنقسم نوعهم عبارات صريحة أو واضحة وعبارات غير صريحة أو غير واضحة العبارات الصريحة والواضحة يعني بين السؤال على وشكل حركة مثل العبارات اللي اخذناها بالمحاضرة السابقة Start motion Start moving Start sliding الأخيرة هي من العبارات اللي توحي على الحركة ذني العبارات أغلب العبارات اللي ممكن تيجي بالسؤال هنا من ذني يعني أنا جمعتهم من أكثر من مصدر هدنا العبارات الغير واضحة العبارات الغير واضحة هي عبارات متوحي الجسم على وشكل حركة مثل ذني بس معناها العلمي معناها راح يبدأ يتحرك المكسيمم المنمم اللارجست سمولست الرينج ذني العبارات بس أشوفهم بالسؤال معناها أني كيستو اللي هي على وشكل حركة مثلا يجيني بالسؤال ويقول لي Find maximum distance يريد المسافة القصوى فمن قرأت كلمة ماكسيمم معناها الحالة ماتي هي الحالة الثانية جيد سيكون كالتالي أول خطوة نخلي ماكسيمم بدلا لأن الجسم في لحظة شروع بالحركة يعني بالحالة السابقة بالحالة السابقة من كان عندي جسم أسحبه بقوة مقدارها P قوة الاحتكاك ستكون بالأسفل عكسها غير الاتجاه وأسميها F والآن طبعا نخليها بالنص الحالة الثانية ماتي اللي هي درس اليوم إذا عندي قوة P تسحب الجسم بهالاتجاه قوة الاحتكاك ستكون عكسها والأن هم أخليها بالوسط بس قوة الاحتكاك هنا تسميها F هنا سأعوضها F ماكس والأف ماكس هي تساوي ميو اس في الأن الخطوة الثانية نكمل الحال باستخدام معادلات الاتزان F طبعا بالكيش تو ما راح أسوي الخطوة الثالثة اللي هي يعني ما تشيك الحل يعني أنا ما فرضت يعني الخطوة السابقة بالستاتيكتشنت أفرض الجسم متزم هنا أنا أنا ما فرضت شيء يعني هو بالسؤال يطيني كلمات يقولي هو على وشك الحركة يعني هو الجسم فعلا على وشك الحركة وأعوض الأف ماكس وأكمل خطوات الحل عندنا هذا مثال عندي هذا بلوك بي مربوط بواير وقال لي عليها واير أو يمكن يقول لي عليها كورد أو كابل حسب وشي يسمي كلها اسماء للواير هذا الواير نفسه ملفوف على البكرة ونازل مشاعي الوزن هذا الوزن اسمه A ما يريد بالسؤال يريد الوزن مال الجسم A وقال لي البي هذا البي start to slip هذه الجملة معناها أنا بالكيس 2 يعني بصيغة أخرى يريد الوزن مال A اللي يسحب لي الشكل B يخليه على وشك الحركة طبعا هنا يقول لي من يريد الوزن يعني من يريد الوزن نضرب التعجيل الأرضي أما إذا قال لي ويت لا ما أضرب التعجيل الأرضي أول خطوار سنرسم نبدأ من البلوك B بعدين نذهب للبلوك A لأن هذا الواير كله هو عبارة عن قوة واحدة فأبدأ بالبلوك B حتى أجيب القوة T وهذا T سيكون الوزن مع البلوك A فنرسم للبلوك B لفري بادي دياغرام هذا الواير أقطعه وأصحبه يصير شد وأقول له T تساوي W يعني الوزن ما للبلوك A البلوك A هو يقول لي ماس إذن M في 9.81 تعجيل الأرضي لو كاتب لي هنا ويت أقول له بس T يساوي W سواء كاتب لي ماس سأقول له تساوي M في 9.81 الأمن اللي هو الوزن مضروب التعجيل الأرضي رح يطلع لي W من قوة الاحتكاق رح تكون اليسار وقلنا هنا الاف هي الميو اس الميو اس هي بوينت ثلاثة أرسم السنتر مع المستطيل بالمنتصف أخلي عليها الوزن 500 نيوتن والقوة N أخليها بالمنتصف الآن نطبق معادلات الاتزان سميشن F-Y يساوي 0 عندي ال-N للأعلى موجب الوزن 500 للأسفل السالب يساوي 0 ما عندي قوة 3 إلا N تساوي 500 نيوتن ناخذ سميشن F-X القوة T لليمين مقدارها M في 9.81 مقدار قوة الاحتكاق 0.3 في ال-N ال-N جبناها 500 أعوضها يطلع عندي الوزن 15.29 هذا يعتبر سؤال سهل حتى نوضع خطوات الحل عندي هذا السؤال عندي درج مستند على جدار جدار هذا الجدار يقول لي smooth wall يعني ما بي قوة احتكاق الأرض يريد لليميو لها ما دام يريد لليميو يعني هي خشنة يعني بيها قوة احتكاق مطلوبه بهذا السؤال هو يريد لليميو نعطيني طول الدرج هو L ما نعطيني الأبعاد يريد لليميو ويقول لي الدرج مالسلب معناها الكيس 2 نرسم FreeBody Diagram للشكل رسمت الدرج الوزن شكل مستطيل السنتر مات بالمنتصف أخلي عليه الوزن الوزن للأسفل مقداره 120 طان من هذا الجدار عندي reaction اللي هو الان وهنا عندي قوة احتكاق مثل قوة الاحتكاق ما سأرسمها تعتمد على حركة تزحلق الدرج يساعد الدرج هنا إذا أراد يزحلك آية نقطة ستأتي هنا وهذا سنزل للأسفل يعني من نقطة A راح يزحلك الدرج يروح لليسار ومن نقطة B راح يزحلك يسر للأسفل وهذا يروح لليسار فعد نقطة A راح يروح لليسار إذا قوة احتكاق على اليمين عوض قيمتها هي Fmax اللي هي لميو في الان تبقى عندي المسافات المسافة الفقية والمسافة العمودية حتى نقدر نحل السؤال قبل أن نستخرج مسافات ونحل السؤال هكي نوع من الأسئلة مالدرج ممكن أن يأتي بها في أكاد يعني هنا هو طالب ليميو ممكن يطلب الزاوية الثيتا ممكن يطلب الوزن أو مرات يطلب قوة الاحتكاق أو مرات يطيني أكثر من قوة احتكاق أحيانا السؤال يكون بفكرة بالحال ماتة برياضيات تاني فهي نوع من الأسئلة ممكن تأتي بها هواية أفكار نرجع للثري بادي دايجرام ما عندي بعد؟ عندي القوة N هنا هذه سأسميها أنوة باعتبار هاي N أو نقدر شنسوي اللي بيها قوة احتكاق اللي بيها قوة احتكاق نسميها مثلا R حتى لا نخربط بيناتها بس إذا عندي قوة احتكاق هنا وهنا لا هيا سأسميها أنوة هاي أنتو هنا لا نوع لدي قوة احتكاق هنا فأستطيع سأسميها هي R ثم تبقى عندي المسافات الفقية والعامودية سأجيبها من خلال الزاوية عندي المسافة الفقية والعامودية لاحظ صار عندي مثلث هذا المثلث قائم الزاوية مننا هذه الزاوية 60 إذا سأستعمل سين و كوسين حتى إلقي المسافات سين 60 سيساوي المقابل على الوتر سين 60 مقابل الزاوية وهذا الضلع العمودي هذا الضلع العمودي الذي أريده وهذا الضلع فأضرب بوسطين الطرفين سين 60 المقام مالتها واحد تأذروا الطرفين بوسطين المقابل في الواحد مقابل يعني أي شيء ضربه بالواحد هو هذا الشيء يعني خمسة في واحد خمسة مئة في واحد مئة ألف في واحد ألف مقابل في واحد مقابل سأقول المقابل سيسميه ظلع سيساوي سين 60 في الوتر الوتر هو هذا اسمه شنو L سيصير L في سين 60 إذا قيمة هذا الضلع هو L في سين 60 نجي على الضلع المجاور سأجيب من قانون الكوسين الكوسين 60 سيساوي المجاور الوتر طرفين بوسطين بوسطين أو شيء ما عنده مقام مقام واحد المجاور في الواحد الكوسين 60 في الوتر لهذا الضلع سيساوي الكوسين في الوتر الوتر هو L كيصير L الول كوسين 60 هي المسافة كلها من نقطة A إلى التقاء زاوية قائمة هذه ما تفيدني هنا منها لهنا أريد من A للوزن ومن الوزن لهنا فهذا الناتج سأقسمها على 2 يعني هذه المسافة كلها L cos 60 سأقسمها على 2 سأطلع لي نص المسافة يعني منها لهنا ومنها لهنا يعني هذه المسافة ستكون قيمتها L على 2 cos 60 وهذه المسافة كذلك L على 2 cos 60 بعد ما رسمنا ال Free Body Diagram سنكمل معادلات الاتزان بصورة طبيعية ومثل ما كنا نحلس إله فكرة هذا السؤال هنا هي بالمسافات لعبتها بالمسافات هنا رتبت الحل في Free Body Diagram خلية المسافات قوة الحمراء هي الاحتكاك الميوم في ال N نطبق معادلات الاتزان Summation of Y يساوي 0 كل شيء للأعلى موجب عندي ال N للأعلى وال120 للأسفل فيصير موجب N ناقص 120 يساوي 0 ال N يساوي 120 نستخدم Summation of X ما رح نقدر لأن عندي قوة الاحتكاك مجهولة قوة الاحتكاك هي الميو في ال N اللي نجبناها الميو هو يريدها بالسؤال فإذا قوة الاحتكاك عندي مجهولة وعندي ال R هنا أيضا مجهولة فما رح نقدر نطبق معادلات ال F فنروح على معادلة العزم هنا نقدر ناخذ عزم بنقطة A أو ناخذه بنقطة B يعني دائما ناخذ عزم يسقط لي أكبر قدر من القوة يأخذ عزم بنقطة A فتكون عندي ال 120 تفتر مع أقرب الساعة إذن موجب 120 قوة عمودية إذن المسافة الأفقية من المية وعشرين مية وعشرين إذا مدخلت القوة هنا تصير تصير مسافتها الأفقية هي L على 2 كوسين 60 في L على 2 كوسين زين القوة ثانية هي R R الدور عكس العقرب إذن سالب R القوة أفقية إذن مسافتها هي العمودية في L ساين 60 يساوي صفر ما عندي قوة بعض هنا نصف المعادلة يعني هنا أقدر أختصر 120 هي الاثنين الاثنين بها واحد 120 بها 60 ودعنا أقل للستين في كوسين 60 وأكتب الناتج أو مثلا بالحاسبة رأسها نكتب أكتب كوسين 60 يساوي الناتج أقسمه على اثنين والناتج أضربه في 120 وما أنسى أنزل ال L للمجهول ساين 60 هي صفر ثمانية ستة ستة R تنزل مجهول ال L ينزل مجهول يساوي صفر أحول هذا الحد بعد اليساوي يطلع عندي 30 L يساوي يصير موجه R L هنا أنا علامة مساواة أقدر أختصر L و L فمن هذا الطرف يبقى 30 ومن هذا الطرف يبقى 0.866 في R R تساوي الرقم اللي بصف R أخليه جوال 30 يعني يقسم أخليه يبقى 30 تقسيم 0.866 يطلع 34 نأخذ Fx يساوي 0 كل شيء على اليمين موجب M U N على اليمين موجب نصر M U مجهول M U M U M U القوة الثانية هي R لليسار إذن سالب قيمتها 34 point ما عندي قوة ثانية إذن يساوي 0 أحول هذه بعد الإشارة يصير عندي M U M U أضرب ها في 120 يعني الرقم دائما يصير قبل المجهول يصير 120 M U تساوي هذه بعد يساوي يصير 34 point 64 أنا أريد المعادلة M U تساوي راح أقول يؤدي إلى M U تساوي الرقم اللي بصف المجهول اللي أريده قلنا خلي جو الرقم ما ليساوي يعني أقسم 34 point 64 تقسيم 120 للفائدة M U قيمتها لازم تكون أكبر من الصفر وأصغر أو تساوي الواحد يعني لحد ما أجيب M U انتهى السؤال بس حتى نتأكد حلنا صح أو M U لازم تكون أكبر من الصفر يعني 0.1 0.2 وهكذا أكبر من الصفر وأصغر أو تساوي الواحد يعني إذا الم U طلعت لي واحد اوكي طلعت لي واحد فاصلة واحد لا غلط أراجع الحسابات ماتي وأرى أرى خطأت هنا الم U ماتي هي ضمن الرنج بين الصفر وال واحد إذا راح أقول حل صحيح درسنا لهذا اليوم وإن شاء الله نحل مزيد من الأمثلة في الفيديو القادم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي بالكومنت وأشكركم على متابعتكم وتفاعلكم وإن شاء الله نشوفكم الفيديو القادم